أهلا بكم مصر حريصة دائما على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مسعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية حيث ترى القهرة أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر ذاتها تلك الرؤية يبرزها ويؤكد عليها دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءاته المتعددة مع الأشقاء العرب والمحافل الدولية والتي تتجسد في دفع عملية التكامل بين الدول العربية وتعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات حفاظا على استقرار الأمة العربية فمصر تلعب دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وأعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وبما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخية السياسة الخارجية المصرية تستند تجاه الأزمات في المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات تتلخص في الحفاظ على الأمن القومي المصري وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى التزام التاريخي لمصر تجاه دول العربية مصر تتبع سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزمتها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وانعكس ذلك على الأمن القومي المصري مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بطرق السلمية تسوية المنازعات السلمية ينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسة قل قضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق وكذلك السعي الدائم للتهديئة ووقف العدوان الإسرائيلي الأزمة السودانية كانت خير شاهد على موقف مصر من دعم الأشقاء دون التدخل في شؤونها الداخلية فالرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت دائما حريصة على أن تكون سياستها الخارجية عنصرا متوازنا ومعتدلا مع قضايا المنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أيضا على أن ما يحدث في السودان شأن داخلي سوداني ولا ينبغي أن يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج وتطور للصراع بشكل غير مناسب للسودان أو المنطقة كلها الحفاظ على قوام الدول وإصلاحها يعد أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية فلا مخرج من الأزمة في سوريا واليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلمة مؤسستها وتحقيق تطلعات المشروعة لمواطنيها هكذا ترى مصر القاهرة ترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية وكانت عودة سوريا إلى الحضن العربي وعودتها لمقعدها بالجامعة العربية من جديد شاهدا على رؤية مصر الثاقبة في حال الأزمة العربية يتسم الموقف تجاه الأزمة اليمنية بالثبات منذ اندلاع السراع حيث تدعم مصر المؤسسات الشرعية ورموز الدولة في اليمن وتشدد على ضرورة التزام أطراف السراع بالحل السياسي المبنية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبار أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والمبدأ نفسه ينطبق على السياسة مصر تجاه الأزمة الليبية التي تطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب فمصر بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المصارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والإرهابيين الذين يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولية شكرا